بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليوم هنالله اسoirدي Hare ازا عمل وش الشبار مرحبا وش الشبار انري في الناس انريك مشبح كامر اخبرهم ان opponents والصل انهم مصم الشبار يجب مثلا فلا تكون اللي هي الوسط العادية الوسط ويجب اللي هو التقال اللي هو الشريط والصنار عندك مقاسات ستة وسبعة وتمانية دول باشتغل بيه طيب الشعر الشعر اللي هو الاساسي الاساسي اللي بتحطه على مثلا على الغابة خمسة وتلاتين او تلاتين تمام طيب الترميل الترميل هيبقى مثلا عشرين وخمسة وعشرين تمام طيب ليه اقل عشان لو مسلا شبكت ولا حاجة بقى ايه بقى مسلا حاجة ضعت منك مسلا ايه بتققى بسيطة تمام هنيجي هنا بقى ايه نعرف الشباب ازاي يرمل مسلا استناردل او يعمل الوش ايه عادي الوش ده ممكن يشتغل بيه في الحواجز ايه يشتغل بيه في الحواجز بس هيبقى ايه مقاس الوش هيبقى الشعر طويل شوي يعني هيبقى طويل ايه سنة صغيرة تمام خليكم معايا شباب قرب بازن ايه انت هنستفد من الفيديو ده اول حاجة هنعملنا يا شباب ايه هنبدأ بالصنارتين اللي احنا هنرمله تمام هنجيب مسلا ايه حتة شعر اللي ايه الشعر اللي ايه المسلا العشرين او الخمسة وعشرين حتة نص متل تمام هتجي هنا بسيطة الصنارة الصنارة ها هنجيب طرف الخط من الجنب اللي هو الحربة والطرف التاني بتجيبه عكس تمام وتبدأ تلف وعليك هتقوم ايه ساحب ساحب الشعر كده ايه اول ترملها تبدأ تشيل الشعر اللي هو الزيادة تبدأ تجيب الصنارة الثانية في الطرف اللي هو الفاضي وتبدأ تجيب عليه الصنارة اللي انت رملتها وتبدأ تلف مثلا خمس ست لفات سبع لفات تمان لفات كما انت عاوز هذا الوش ينفع معي وانا أستطيع في الحواجز بس هتطاول الشعر شوية ويبقى وش واسع شوية كده انا رملت الصنارة هنا وأبدأ تشيل الزيادة برضه انا عارش لفين اسم معلمين يعني بسم الله ما شاء الله وعارفين هاجي من هنا بين الصنارة والثانية حوالي مثلا هنقول مثلا 10 سنتي او مثلا 7 سنتي وابدأ اعمل وابدأ اعمل الخية خلصت 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 الترميل السندرتين ابدأ اسمهم على جميع تمام؟ اجب بقى الغابة الغابة مثلا في غاب اللي هو العقل قصيرة مثلا 60 سنتي او مثلا العقل اللي هي المتر تمام؟ بتيجي انا مثلا وابدأ معي غابة اللي هي بتاع المكان فبحب اشتغل به بيبقى جامد شوية وكويس فهاجي هنا مثلا الغابة ها ماشي؟ باجي هنا وغاية هنا وقف الوش يعني وقف الوش غاية في نص العقل حتى يبقى اخر طرف الصنارة في كعب في كعب الغابة تمام؟ انا كده الشعر بتاعه الشعر بتاعه ابدأ اعمل اجيب الفيلة بتاعتي فيلة بتاعتي تكون وسط كويسة يعني تستحمل اي اقل همسة تدوم ايه؟ سقطة نازلة لو اي سمكة مثلا قربت لها تدوم ايه؟ عليها على طول تقوم سقطة تقوم نازلة على طول تمام؟ اركبت انا كده الفيلة ها تمام؟ ابدأ اعمل هنا ايه؟ اركب الخيّة اعمل خيّة وهذه الخيّة تانية ها بص اهم حاجة تشير لطاعة اي مثلا طرف ولا حاجة هيداقك ولا الكلام ده لازم ان الشعر تمام؟ هنيجي هنا هم جايبين ايه؟ تقوم بسطرف الى هم السنّرات اللي انا رملتهم ابدأ الاخل في الخيّة التانية اه؟ وابدأ السقط فيهم السنّرات وابدأ اه؟ اسحب سحبت كده ها؟ تمام؟ تبضل الرصاص الشريط أول رصاص الصغيرة في مأسات تبدأ تلف الرصاص على الخيل المسكة بين الشعر الأساسي وبين الصنار هو ليس شرط فقط تمسك العقدة تمام تمام نعم 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 ينفع حواجز ينفع أي مكان حواجز لكن الفرق ستجعل الشعر الترميلة أوسع أطول مثلا 50 60 60 70 أكثر من ذلك لا يوجد حواجز يتبعون مثلا نقابة متر ونص أو متر ورب هذا جد عن الشرح اليوم بإذن الله نعمل كثيرا طورة شهر رمضان كل صلوات طيبين وربنا يقعد عليكم الأن بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته